مرور 100 يوم على الإدارة الأمريكية الجديدة إدارة دونالد ترامب والوعود أو القرارات اللي قال إنه هي يصدرها أثناء طبعا حملته الانتخابية إيه اللي تحقق وإيه اللي ما تحققش لكن طبعا قبل ما يتولى ترامب المسئولية وأثناء الانتخابات كان واضح طبعا التراشق الكبير اللي بينه ما بين وسائل الإعلام وإنه في أكتر من مكانه في أكتر من مناسبة قال إن فيه ترصد كبير بيه من خلال وسائل الإعلام بعينها وانتقاد يعني شديد اللهجة بالنسبة له وحتى أثناء الانتخابات وهو رايح يدل بصوته وبيشوف الوضع بكين قال ساعتها وانتقد إنه الكاميرات مش جايبة جماهيره ومؤيديه جايبة بس وهو داخل المقر الانتخابي فده تقليل منه وتقليل من شعبيته العلاقة المتوترة دي فضلت معنا حتى هذه اللحظة وده اللي خل كبير موظفي البيت الأبيض يطلع ويتكلم فيه تصريحات إعلامية وقال إن إدارة الرئيس الأمريكي بتبحث دلوقتي تعديلات محتملة لقوانين التشهير بمعنى إيه؟ إن وفقا للتعديل اللي بيفكروا فيه هيخلي الرئيس الأمريكي يقدر إنه يقاضي وسائل الإعلام اللي تنتقده